بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا جماعة النهاردة هنتكلم عن التركيبات المتحركة اللي هي بيبقى عندك أسنان مفقودة وبتركب مكانها تركيبات متحركة يعني إكسسوار بتشيله وتحطه عشان يفيدك في الوظيفة اللي هي الكلام ويفيدك في الأكل وفي الشكل الكلام ده الأطقم المتحركة ديت بتختلف عن الأطقم الثابتة طبعا المتحرك بيبقى ليه حدوده بس إحنا بيبقى مضطره له الأطقم المتحركة لازم تتعامل أو أي تركيبات أو أي تعامل معك في فمك لازم يكون عن طريق واحد متخصص متخصص يعني طبيب في عيادة فيها أجهزة تعقيم فيها الإمكانيات الكاملة أنه يحافظ عليك وعلى صحتك أسمع أن فيه ناس بتعمل الكلام ده فيه في الشارع يعني مثلا على إيدي الناس مش متخصصة لهم فنيين المعامل فنيين المعامل هم مسؤولين عن تنفيذ الجزء الصناعي في التركيبة وليس التعامل مع المريض بتاتا الحاجة التانية أن فيه مرضى بيستخدمه بالتركيبات المتحركة دي لو اتكسرت منه بيحاول بإيديه هو يحاول يصلحها فيه ناس بتحط أمير مثلا تصلحه أو أي خامة يكون جيبها من بره أو من جوه ويحاول يلزق الطقم لا الطقم مش مجهز أنه يتلزق بالمواد الصناعية دي لأن ده بيأثر على صحتك فيه منها حاجات بتضطر تبلع حغز من عنك وفيه حاجات منها ما بتمسكش في الطقم أو بتبوز على الدكتور الطقم نفسه يبقى بوز عليك ما يعرفش يصلحه تاني لأنك بتبوز مكان الكسر به التصليحات اللي هي أنت بتعتبر منك محاولات دي ممكن تأذيك يعني لازم برضو الدكتور هو اللي يبقى مشرف على التصليح بتاعها لأنك ممكن أولا تلحمها غلط إذا كسرت منك أو تسيب فيها جزء حاد هذا الجزء ممكن يأثر على اللسان أو الخد ولا قدر الله ممكن يؤدي إلى أمراض أقصىها اللي هي السرطان غير الالتهابات المتكررة طبعا أما بالنسبة للتصليح برضو المعامل أرجوكم ما تتعاملوش مع معمل مباشر لأنك أولا بتضطر أنك يستغلك وبيتعامل معك كأنه طبيب الحاجة الثانية هو بيتعامل بطريقة أكيد غير معقمة أو بطريقة غير متخصصة بالنسبة للأكل أنت بتاكل عليه على الجنبين مرة شمال مرة يمين أو حبة شمال وحبة يمين ما تاكلش على الأسنان الأدام عشان ده ممكن يوقعه لك بعد الأكل على طول لازم هتغسله بفرشة ومعجون أو فرشة وصابون وتتأكد من السطح الداخلي أو السطح الخاريجي بتاعه وتتأكد أنه نضيف تماما عشان تعرف تحطه في فمك تاني ده أثناء النهار وأثناء النهار بتاعك لازم تستخدم الطقم بتاعك وتريح منه أثناء النهار على مدى ساعتين متواصلين أو ساعتين متقطعين يعني نص 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 على أثناء النهار لكن بالليل لا يمكن لك تنام به زي أي أكسسوار لازم تقلعه تريح الأنسجة عشان هو بيبقى ضغط على الأنسجة وده ممكن يأثر على العضم الحامل أو الشاي للطق وبعد الفترة تلاقي العضم تآكل وتبقى محتاج لعمليات وحاجة تثبطه إلا أنه هو كمان في وجوده باستمرار في فمك بيعمل التهابات وإحتكاكات ممكن يحصل أنك تضطر أو تغزبن عنك تبلحه فده يعمل يأثر على حياتك لازم بالليل تحطه بعد ما غسلته وحتشيله تحطه في مياه ما تحطوهش في جوه جاف بحيث أنه هو ينشف لأنه ممكن يحصل له انبعاج أو يتلاوى منك لازم تحطي في مياه فيها مطحر المطحرات دي موجودة في كل الصيدليات سهل الوصول لها ده بالنسبة للاهتمام اليومي بالطق إنك تخسله بفرش ومحجون وبالليل لازم تقلعه أثناء النهار وبالليل لازم تحطه في مياه وفي الختام أتمنى لكم دوم الصحة والعافية